انطلقت اليوم أعمال مشروع التدفق العكسي للتعاون بين البلاد وجمهورية تونس المشروع يهدف إلى دعم البلاد في مجال تعريب مؤسسات الدولة وتطبيق الاذواجية اللووية وإدخال اللغة العربية في كافة مؤسسات الدولة المشروع مول من قبل البنك الإسلامي للتنمية آدم حثن المكوي يطلق تغيير التالي الحكومة التونسية عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية تساند جهود الحكومة التشادية في رفع جودة ثنائية اللغة بالتعليم ندوة انطلاق مشروع التدفق العكسي للتعاون بين جمهورية التشادة المتلقية والجمهورية التونسية لتطوير تعليم الثنائية اللغوية هي البداية لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقوية البرنامج التعليمي والتربوي ثنائي اللغة وتأهيل كوادر التعليم بالاستفادة من خبرات التونسيين في هذا المجال بالإضافة إلى تطوير هندسة المناهج والكتب المدرسية لدعم القدرات في ثنائية اللغة افتتاحية حفل الندوة بدأت بكلمة مديرة المشاريع وتقديم برنامج المشروع من قبل المنسق الرئيسي السيد علي جراي الذي قام بتوضيح المحاور الأساسية للمشروع المتمثلة في قيادة مساري ثنائية اللغة وتكوين المدرسين في اللغة العربية وهندسة التكوين وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال بعدها تداخل كل من ممثل البنك الإسلامي للتنمية والمدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني إلى تضافر الجهود المتعددة والتعاون بمساهمة البلاد والجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية ممثل وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الأمين العام للوزارة ديهوني لوران في كلمته بهذه المناسبة أشار في حديثه بأنه بموجة بالدستور فإن القانون رقم 16 بتاريخ الثالث عشر من مارس للعام 2006 يلزم بتطبيق الثنائية اللغوية في قطاع التعليم وهذا القانون هو أحد أولويات الوزراء وقد قمنا بتشخيص حول الثنائية اللغة وتمكننا من معرفة المشكلات ووضعنا خيارات استراتيجية لتطوير الثنائية اللغة في التعليم مضيفا بأن الوزارة ترحب وتسعى دائما إلى تاهيل ورفع كفاءة التعليم في الجانب البيداغوجي لمواجهة التحدي المتمثل في ثنائية اللغة مفيدا بأن هذا المشروع يساعد قطاع التربية الوطنية للحصول على كوادر فنية مؤهلة